السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم قعودة أي جمل من يهودي فأنكر اليهودي البيع وادعى بأن رسول الله لم يعطه ثمن الجمل فقال رسول الله أنا أعطيتك ثمن الجمل فقال اليهودي لم تعطيني فأتني بشهود ولم يكن أحد من الصحابة شاهد على البيع والشراء فقال الصحابي خزيمة بن ثابت أنا رأيتك يا رسول الله وأنت تعطيه ثمن الجمل فسكت اليهودي وذهب ولم يحاجج بعدها وبعد يومين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي خزيمة فقال له يا خزيمة أنا بعت واشتريت مع اليهودي ووفيته حقه ولم يكن أحد موجود فكيف تشهد بأني أعطيته ثمن القعود وأنت لم تكن حاضرة قال خزيمة يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وكل ما جئت به وأكذبك في بضع دراهم فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه فأصبحت شهادة خزيمة برجلين ويلقب بذو الشهادتين رواه أبو داود والنسائي وأحمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انشر هذا الفيديو لتعم الفائدة ولا تدعه يتوقف عندك ترجمة نانسي قنقر